كمان خلينا نستكمل أخبارنا ويمكن كمان منتخب الكرواتي وصل للقاهرة النهاردة العصر حيث يخوض مواجهته الأولى في بطولة أمام نظيره التونسي في العشرة مساء طبعا من اليوم السبت المقبل باستاذ القاهرة الدولي ووصل لمنتخب كرواتيا بالكامل قائمته الأساسية وعلى رأسها طبعا النجم الكبير لوكا مودريتش لعب نادي ريال مدريدا الأسباني ويخوض المنتخب الكرواتي تدريبه الأول اليوم الخميسة بمدينة رياضية في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لخوض منافسات بطولة عاصمة مصر ويمكن كمان يعني هيتم فتح تدريبات منتخب الكرواتي اليوم لتغطية الإعلامية لمدة ربع ساعة أو خمستاشر دقيقة كمان يعني اكتمل عقد بعثة منتخب التونسي قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر الذي ستقام يعني بداية طبعا من بكرة زي ما قلنا ويمكن يعني تستمر حتى يوم 26 من شهر مارس الحالي ووصل يعني اللاعب إلياس سعد يعني لمقر إقامة منتخب تونس للك بعد أن أكمل علاجه في ألمانيا وسوف ينتظم في المرانة الأخير مساء اليوم ويمكن خلينا بقى نروح طبعا من أخبار كرة القدم يعني بطولة كأس مش لازم نتوقف عند لوكا مودريتش وانا كنت لسه هرجح لأن لوكا يعني فرصة أنت جايلك أحسن لعب في كأس العالم من الأصبخ مش كده في روسيا أحسن لعب في العالم تم اختياره فإنت جاي تتفرج على فريق تقيل فريق تونس لأ ده إحنا آخر لقاء خسرانين منه ثلاثة مع فيتوريا فإحنا يا جماعة صدقوني حتشوفوا دورة قوية جدا ما هي بطولة مش سهلة طبعا يمكن بالأخص بسبب مشاركة يعني منتخبات قوية زي نيوزلندا وطبعا كرواتيا يمكن يعني ما لينا أو فيها العديد من النجوم زي ما حدق قدش وانساعد لي ففعلا يعني يا ريت إن شاء الله يبقى في حضور جمهيلي مكتف عشان كمان يتفرجوا يمكن مش عشان بس خاطر دعم المنتخبنا الوطني كمان عشان يتفرجوا يعني على المباراة القوية مع المنتخبات القوية وإن شاء الله يبقى منهم منتخبنا الوطني هو اللي هيوصل للمباراة النهائية بإذن الله